أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد بالعلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ووصفها سموه حفظه الله أنها علاقات راسخة تستمد متنتها دائما من التاريخ المتصل الذي يشمع البلدين الشقيقين قيادة وشعبا والاهتمام الذي تحظى به هذه العلاقات الأخوية من قيادتي البلدين والتي انعكس أثرها في التعاون والتنسيق الثنائي المشترك على مختلف الصعود وأعرب سمو لدى لقاه بقصر أرفع اليوم سعادة السيد محمد علي سراج سفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله عن تقديره للمواقف المشرفة للأردن الشقيق تجاه مملكة البحرين ودعمها المستمر لقضايا المنطقة وأسس الاستقرار فيها ونوها سموه بالجهود الطيبة التي بذلها سعادة السفير وإسهامه في تعزيز العلاقات الثنائية معربا سموه عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق فيما يسند إليه من مهام جديدة من جانبه أعرب السفير الأردني لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد عن خالص شكره وتقدير على ما لقيه من دعم ومساندة أسهمت في تسهيل مهمته وأشاد بما يبديه سموه من اهتمام كبير بالعلاقات البحرينية الأردنية متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التطور والرفع في ظل قيادتها الحكيمة